يا هلا ومسهلة بكل المشاهدين والذين يضموا معنا في ساعتنا الثانية يمكن من عدة أيام انشغل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسلسلة من التغريدات البيضاء اللافتة للانتباه عبر صفحة على موقع تويتر حيث فعلت أكثر من 30 وزارة وجهة حكومية وأكثر من 200 فرد مع الحملة التصحيحية التي أطلقتها وزارة التجارة السعودية تحت شعار صفحة بيضة والخبر الأهم الذي تم الإعلان عنه كان منح وزارة التجارة المشاهدين المخالفة في ظاهرة التستر التجاري فرصة من أجل تصحيح الأوضاع وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها ومدتها 6 أشهر تقريبا ورح نتكلم أكثر عن هذه المبادرة وكيف ممكن الاستفادة منها مع الأستاذ عبد الرحمن الحسين وتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية يسعد لي صباحك وصاحب القلب الأبيض مش الصفحة البعض يا حبيبي والله نورتنا النور نورك والله وشكرا لكم وشكرا لـ MBC على إتاحة هذا الوقت والمساحة نتكلم فيه عن هذا الموضوع المهم ما في شك يمكن أن تكون من أشهر المتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية وأقدمهم وإحنا متشرفين فيك لكن خلنا نتكلم أول شيء عن الحملة كيف قدرتوا يعني تخلونا الناس تتفاعل المنشآت الثانية تشاركهم أربعة ترند في نفس اللحظة فكرة جديدة مبتكرة أنا من الناس اللي أنا شفت التغريدات أنا شغل بالي غردت وما غردت تغريده هاضية لا خفت أنا خايف أنا أترقب أنا من المترقبين أيه فإيش اللي حصل كيف جبتوا الفكرة طبعا إحنا مؤمنين في وزارة التجارة أنه التسويق يبدع وأنه لا بد عشان تلفت الانتباه لأي حملة أنك تطلق شيء غير مبتكر تفكر خارج الصندوق يعني معالي دكتور ماجد القصبي وزير تجارة وزير الإعلام مكلف دائما إذا جيت تناقشنا وياها عن أي حملة تسويقية وإعلامية يقول لي عبد الرحمن نبغى أفكار خارج الصندوق ودائما إحنا نحطها لمسات في حملاتنا أنها تكون خارج الصندوق لذلك يعني فرق التسويق والتصال في وزارة التجارة اجتماع يعني وطول في نقاشاته وسوينا ورشة عمل وعصف ذهني اللي انطلعنا بهذه الفكرة الفكرة باختصار أي شخص يبغى يقدم على مرحلة جديدة في حياته مرحلة إيجابية وش نقول له عادة ابدأ صفحة جديدة ابدأ صفحة بيضة وخلها هي تكون انطلاقتك ممتاز لذلك وظفنا الكلمة الشعبية أو هالمقولة الدارجة على الألسن أنها تكون هي انطلاقة حملتنا وسلوقن الحملة الفترة التصحيحية اللي نصت موافقة المقام السامي الكريم عليها لمخالفين نظام مكافحة ستر هي صفحة جديدة لبدء العمل التجاري كل من كان مخالف قبل هذه المهلة سيصبح نظامي انصحح وضعه لذلك جاءت الحملة صفحة بيضة صفحة جديدة ابدأها في عملك وصحح تجارتك وكان هذا الهاشتاق المستخدم صحح تجارتك وبدأ صفحة بيضة طيب انت توقعتوا ان تتفاعل معاكم من مشاهات الحكومية الثانية ولا كان في بينكم نقدر نقول تعاون صراحة احنا متوقعين والتعاون بين الجهات الحكومية كبير ومستمر في كل الحملات لكن اللي فاجأنا ان الحملة صارت بدل ما هي حملة حكومية صارت حملة شعبية يعني كان الترتيب فقط مع الجهات الحكومية ان هذه التغريدات البيضة تطلع وبعد فترة التشويقة يكون ساعتين الى ساعتين ونص تغرد الجهات الحكومية ابدأ صفحة جديدة وصح تجارتك المفاجئ لنا في هذه الحملة واللي خلها يعني توصل الى ابعد مما كنا نتوقع دخول الخط الشعبي المشاهير دخلوا على الحملة القطاع الخاص دخل على الحملة يعني الحسابات المتفاعلة اكثر من خمسين الف حساب في مواقع التوصل الاجتماعي تفاعل مع تغريدات البيضة واللي يدري واللي ما يدري شارك كل الناس صاروا لغير التغريدات بيضة وترى جمال الحملات التسويقية الذكية انها تصنع تساؤلات تصنع استفسارات ما يدروا الناس وش الهدف منها بقدر ما تصنع هذه الجزئية يلتفتون لك الناس ويشوفونك طبعا اربع هاشتاقات ترند طلعت على هذه الحملة عادة الحملات التسويقية او التوعوية والاعلامية يطلع هاشتاق واحد طلع اربع هاشتاقات تغريدات الفاضية ايه وش السالفة التغريدات الفاضية الحسابات الحكومية التستر التجاري اربع هاشتاقات ترند طلعت يمكن حوالي خمس ساعات حجم التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي تجاوز خمسة عشر مليون البداية الحمد لله كانت قوية بحجم اهمية قوة هذا القرار اللي تخذ تصحيح مخالفي نظام مكافحة التستر وانه معهم ست شهور يبدون صفحة جديدة في تجارتهم ويصحون وضعهم مش غريبة عليكم ولو الابداع الخلاقة كمونشأة وكمونشأة حكومية ومبدعة في فترة من الفترات يعني يمكن استمرت تغرد خارج السرب لكن خلينا نتكلم باختصار ايش هو التستر التجاري وكيف يتم التستر التجاري يعني هو داء عضاء للاقتصاد الوطني ما بيأعطيك تفسيرات يعني يمكن البعض ما يصل له المعنى المقصود ما بيأدخل في تمكين الوافد من مرأسة عامل اقتصادي غير مرخص له القيام به ولا أبغى أدخل في أحكام النظام باختصار وبساطة التستر التجاري أن يكون عندك سجل تجاري تستقدم عمالة غير سعودية تجعلهم يشتغلون ويتصرفون في هذه المنشأة كأنهم ملاكها ويعطونك مقابل شهري آخر شهر هذا هو التستر التجاري باختصار العامل غير السعودي الذي يتم استقدامه من خارج المملكة وظيفته هي أداء مهامه مقابل أجر شهري لكن عندما تستقدمه وتمكنه من العمل فيها المنشأة وتخليه يديرها هو يتصرف فيها هو يوقع الشيكات هو يمضي العقود هو يوقع الأوراق الرسمية ويصير هو ليتصرف حساباتها وهو يبيع ويشتري ويأخذ الأموال ويعطيك مقابل شهري باختصار هذا هو التستر التجاري طيب اللي يبغي يصحح مثلا مسار هذا التستر التجاري والفرصة اللي أنتو أعطيته لكل شخص حاب يصحح إيش مزايا اللي حيحصل عليها المتستر طبعا يمكن واحد من المشاهدين أو واحد المشاهدات يقول إذا هم تستر ببساطة ينهي ينهي علاقة التعاقدية ويخلص ما في داع الفترة التصحيحية الموضوع هام جدا في ناس رجال أو نساء سعوديين متورطين بعقود متورطين بتعاملات مالية متورطين بشيكات مع جهات أو مع غير السعوديين ورطوهم فيها لأنهم مكنوهم من هذا العمل فصاروا متورطين الآن بملايين الريالات ومبالغ كبيرة وأيضا لا يستطيع أن يدير من شاءته لأن هذا الوافد غير السعودي هو اللي يدير هذه السنوات طويلة وهو اللي يعرف أسرار هذه التجارة وهو اللي يجيب الدخل المالي لذلك في السعودي أو السعودية يبغون يكملون هذه التجارة لذلك كان هناك مزايا كبيرة في الفترة التصحيحية من أهم هذه الميزات في فترة التصحيحية أنت معفى من كل العقوبات النظامية المترتبة في نظامك حتى الغرامات حتى الغرامة المالية نظام مكفحة ستر الجديد فيه غرامات وعقوبات مغلظة فيه السجن إلى خمس سنوات وفيه الغرامة إلى مليون غير العقوبات الأخرى عندما تتقدم بتصحيح وضعك وتقدم على وزارة التجارة سيتم إعفائك من الغرامات المالية لخمسة مليون يتم إعفائك من السجن يتم إعفائك أيضا من العقوبات المترتبة عليها من المزايا الأخرى أيضا يتم إعفائك من ضريبة الدخل بأثر رجعي من ميزات الفترة التصحيحية أيضا تستمر في نشاطك التجاري تستقر في عملك التجاري وتتوسع فيه الأموال التي استحصلتها من هذه المنشأة التجارية وأنتم متستر هي أموال مخالفة نتيجة جريمة تستر لكن عندما تصحح وضعك تكون هذه الأموال نظامية وسليمة إذا صححت وضعك يكون لك حرية ممارسة التجارة سواء سعودي أو غير سعودي لازم تصحح وضعك أكيد أكيد مبنت لا أكيد أشبت الشرط علي والله ما عندي شيء أنا لا تجارة ولا غير لكن إن شاء الله مستقبل شكرا لأستاذ عبد الرحمن الحسين تحدث الرسمي لوزارة التجارة يعطيك العافية الله عافية كل شكر لكم ورجع لي هاني وهدى ونكمل معاكم بقية فقرات حلقة هذا الويكند السعيد شكرا لك خليل وتحيلي ضيفك الكريم وحقيقة نشكر وزارة التجارة والعمل لأنها المبادرة الرائعة أنه الإنسان يبادر ويصلح وضعه ويرتب أموره فعلا يعطونهم وقت كذا أنه يرتبون أمورهم ويعني هم ما يقصرون دائما التفاعل على السوشيال ميديا دائما يعني موجودين ومتواجدين فحلوة هذه المبادرة كمان ترجمة نانسي قنقر